ستة وسبعون عاماً مرت على واحدة من أكثر الجرائم البشرية بشاعة في التاريخ حين ألقت القوات الجوية الأمريكية قنبلة ذرية على مدينة هيروشيما في اليابان لتلحق بها قنبلة أخرى بعد ثلاثة أيام فقط على مدينة ناجازاكي لتستسلم اليابان الخصم العنيد لأمريكا وتنتهي الحرب العالمية الثانية أسفر الهجوم الأمريكي على هيروشيما في السادس من أغسطس عام 1945 عن مقتل 140 ألف شخص وأسقطت قنبلة بعد ثلاثة أيام على ناجازاكي قتلت سبعين ألف آخرين قبل أن ينهي استسلام اليابان الحرب العالمية الثانية وتم الإعلان عن استسلام اليابان في الخامس عشر من أغسطس وتم توقيع رسمياً في الثاني من سبتمبر لعام 1945 وبعد تسعة عشر عاماً فقط من الحرب العالمية الثانية أقيمت الألعاب والأولمبية الصيفية في توكيو عام 1964 كانت أول دورة ألعاب أولمبية تقام في أسيا حملت شعلة الأولمبية يشونوري ساكاي البالغ من العمر تسعة عشر عاماً المولود في هيروشيما في ذلك اليوم المشؤوم للقنبلة اليابان العنيدة تجاوزت الكارثة وفي عام 1964 عرضت توكيو أعادة ظهور لبلد مبتكر حيث عرضت القطرات السريعة وأجهزة راديو ترانسستور المصغرة والآن وبعد مرور 76 عاماً على إلقاء القنبلة الذرية تصدف اليابان مرة أخرى دورة الجديدة من الألعاب الأولمبية ترجمة نانسي قنقر